ينضم إلينا من الرياض الكاتب والمستشار القانونية دكتور محمد المحمود دكتور محمد مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة يعني بيان معالي النائب العام كان فيه أكثر تفصيلا وازداد الرقم عن ذي قبل الملاحظ بأن 161 قبلوا التسوية ويبدو أنهم سيخرجوا وهذه الدلالات برأيك هل تعني بأن التسوية باتت ناجعة في هذه المرحلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بيان النائب العام مساء الأمس كان واضحا في أن هناك مجموعة من الأشخاص قبلوا بمبدأ التفاوض والتسوية هذا المبدأ هو مبدأ قانوني دولي معروف المملكة العربية السعودية ليست بمنأة عن دول العالم في اتخاذ هذا المبدأ ذلك أن قضايا الفساد الاختلاس المالي تبديد المال العام التفريط فيه كلها قضايا معقدة ليست مثل القضايا التقليدية فهي قضايا معقدة وبالغة تعقيد أمد التقاضي يمتد فيها قد إلى سنين طويلة هذا المبدأ هو مبدأ معروف ومبدأ قانوني وهو سلطة جوازية للدولة قد تلجأ إلى هذه التسوية وقد لا تلجأ لهذه التسوية لكن يبدو أن النائب العام أعلن أن هناك فعلا اللجوء إلى التسوية وأنا كنت خرجت من هذه القناة في 5 نوفمبر بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وذكرت أن هناك مبدأ التسوية وهو مبدأ معروف في قضايا الفساد المالي من أراد من هؤلاء المتهمين اللجوء إلى مبدأ التفاوض والتسوية فكما نشاهد أن هذه اللجنة أتاحت لهم هذا بشرط أن يعيدوا المال المختلس إلى الخزينة العامة ثم تنقضي الدعوة الجزائية قبلهم ذلك أن النظام الإجراءات الجزائية في المادة الثانية والعشرين أتاح لولي الأمر قفل الدعوة الجزائية وانقضاءها في مبدأ العفو وهو أيضا مبدأ موجود في الشريعة الإسلامية خصوصا في القضايا التعزيرية وعقوباتها هذا المبدأ هو مبدأ معروف والمتهمون في بيان كذلك النائب العام تحدث عن مرحلتين المرحلة الأولى التسوية تحدثنا عنها هناك مرحلة ثانية لمن طلبوا اللجوء إلى القضاة وحالهم النائب العام إلى النيابة الملاحظ بأن هناك كذلك نقطة والقانون كفل لهم الإجراءات الجزائية من حقوق على سبيل المثال للحصر الحق في الاستعانة بوكيل أو محامي في المرحلتين والإفراج كذلك عن من ثبت براءتهم كيف تعلق؟ أعلق أن هذا هو الشق الثاني من الموضوع من لم يقبل بالتفاوض والتسوية فيتم معاملته معاملة عادية بالإحالة إلى النيابة والسير في الدعوة كدعوة جزائية عادية يتم في هذه الدعوة الجزائية الإحالة إلى النيابة بكافة الأوراق والمستندات التي تم الحصول عليها في مرحلة الاستدلال ثم يكون هناك استجواب من قبل النيابة العامة ثم تكون الإحالة إلى المحكمة وصدور الأحكام الجزائية التي قد تصل إلى السجن والغرامة أيضا في كل هذه المرحلة يوجد هناك حقوق للمتهم ما قررها نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1435 ولائحة التنفيذية 1436 منها التمكين المتهم للاتصال بمن يرى إبلاغه تحت رقابة رجل الضبط أيضا الاستعانة بوكيل أو محامي في مرحلة التحقيق والمحاكمة الجلوس في مكان يليق به وقت التحقيق ووقت المحاكمة هناك حقوق كثيرة ذكرها النظام ويبدو أنها مطبقة مع هؤلاء الذين لم يرضوا بالتسوية فالمسألة من شقين إما تفاوض وتسوية وخروج وإما السير في إجراءات الدعوة التي قد تمتد إلى وقت ربما يكون طويل لكن في النهاية هناك قضاء عادل سوف يأخذ حق المجتمع من هؤلاء إذا كانوا مذنبين وسوف يبرئهم إذا لم يكونوا مذنبين وهذا ديدنا القضاء في المملكة العربية السعودية شكرا لدكتور محمد المحمود الكاتب والمستشار القانوني كتاب معنا من الرياض